اوتار الجتار اتقطعت اهلا بكم حدثة مش لطيفة خالص ان تلاقي الجتار بتاعك اوتاره مقطوعة وما تنفعش فيعني مقطوعة يعني مش هتقدر تاخد حتة منه وتزودها وتربطه بحاجة وتربطه تاني على المفتاح بتاعك ببصراحة لما الاوتار بتتقطع خلاص بيبقى علامة على ان الاوتار دي عمراء الافتراضي انتهى وانت محتاج تغير اوتار الجتار المرة دي احنا هنجرب على الجتار الكلاسيك نغير اوتار الجتار الكلاسيك طيب جتار الكلاسيك انواع الاوتار بتاعته بتبقي ايه? يعني اه احنا عن فيه الناس عندها جتارات كلاسيك وناس عندها جدارات فلامينكو. في ناس بتبيع اوطار بتقول انها للفلامينكو بتبقى اغلى شوية. الكلام ده موجود برا كتير. بس اه عادة كل انواع الاوطار ممكن تمشي طالما كلاسيك. الاوطار نايلون. يبقى كل الاوطار هتمشي على الجيتار الكلاسيك. طيب اه اه ايه اللي خلينا اشتري اوطار كلاسيك من من مقاس معين او بيتبقى ايه يعني هو كلها نفس الاوطار يعني? لا طبعا. فيه بتبقى مقاسات. بتبقى مقاسات للاوطار نفسها. ففيه هتلاقي غالبا الوصف اللي بيبقى على العبوة بتاعة الاوطار نفسها هتلاقي يعني شد عالي. بتشد الاوطار وتشد بتاعها بيبقى عالي ده معناها ان الاوطار هتلاقي غليزة سنة يعني. وفيه اه لاوطار شدها يعني قليل عشان تقدر توصل للزبطة دي. على حسب الافضلية لك انت. انت بتحب بتعزف الاوطار الكلاسيك شكلائي رفيعة خينة اه خفيفة اه تقيلة شوية تدي لك صوت اعمق كل ما كانت تتقل شوية كل ما الصوت بيبقى اعمق اللي انت عاوزه على حسب. فانا انصح انك انت تتجرب التلاتة. واللي تلاقي نفسك فيهم يعني كل مرة تيجي تغير الاوطار مش طبعا تجربهم التلاتة بعد اسبوعين يعني كل واحدة اسبوع. لأ انت تجربهم كل ما تيجي تغير اوطار مرة. جرب التلاتة. لغاية ما تلاقي نفسك انت فيه واحد معين هو دوت اللي انت بتحبه فهو دوت اللي هتثبت عليه بقية عمرك. انا شخصيا بحب شد عادي. يعني الاوطار محايدة مش هيبقى فيها اه مشاكل يعني بالنسبة لي. اه طيب انواع الاوطار اشتري انواع ايه? انواع كتيرة جدا موجودة في السوق في الاوطار في مارتن وفي داداريو فيه اه اه انواع كتيرة اول الكلاسيك. انا بفضل داداريو. اه لقيته في المحل وتعاملت معاه كتير اشتريته مرة واتنين وتلاتة. خاصة ان هو صناعة اه يعني امريكية فهتلاقي الصناعة متقنة شوية. اه ما تشتري قلبة داداريو. ليها علامة انك انت فعلا القلبة دي اصلية ما فاش مشكلة. انك هتلاقي الاوطار كلها محطوطة في عبوة مقفولة. في عبوة مقفولة. العبوة ديت ما يعني ما دخلهاش الهوى. هما بيحافظوا على الاوطار بانها اه تقعد سنين بالمنظر دوت ان الهوى ما بيتخلهاش. فالنيكل اللي بيبقى على الاوطار النيلون ديت مش هيصدي او مش هيتغير لونه او مش هيتغير ان هو يبقى صوته مش حلو. فحتلاقي العبوة زي ما انت شايف كده مقفولة. مقفولة تماما. ما ينفعش تلاقي فيها هوى او تلاقي الاوطار متفرطة ومحطوطة جوة او الاسف العلبة الكارتون ديت تلاقي الاوطار متفرطة ومحطوطة جوها ده معناه ان العلبة دي تفتحت قبل كده. لازم تكون العبوة مغلقة محكمة. ما يدخلهاش الهوى. اه طبعا تتلاقي معاش شوية اعلانات لشركة داداريو طبعا حتى الاعلانات ديت. هتلاقي دايما على ظهر علبة الاوطار مقاسات الاوطار بتاعتك. الكلاسيك بتاعي دوت انت هتلاقي بالملي اه ارفع واحد فيهم اه سبعة واحد واحد من عشر من 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 الف من الملي. يعني اه تلات تربع ملي تقريبا يعني. اللي هو الارفع فيهم. وطبعا الناس اللي بتشتعى الفيزي هتلاقي كمان او الشد بتاع الاوطار بالاا كيلو كيلو جرام حتى مش كيلو نيوتن طبعا هتلاقي كيلو جرام. فالشد بتاعه اه يعني قوة الشد بتاعت الجيتار طبعا زي ما انتم تصمم عليه. الناس اللي هتغير اوطار الجيتار بتاعها وتلاحز بعد ما بتغير الاوطار تلاقي ايه الجيتار بيزن. ما كانش بيزن قبل كده. ده معناه ان كنت هي بتحصل عادة في الجيتارات اللي هي بتبقى تمانها قليل شوية. اللي هتلاقي انك انت بدي تستعمل اوطار ارفع من الاوطار اللي كانت متركبة عليه قبل كده. فجوة نفسه اللي انت اللي هي العقدة اللي هي نداية النات ديت بريدج الزغير دوت. هتلاقي الحفرة اللي جوها ديت وسعت على المقاس اللي انت حطوا دوت فبيغوص اكتر شوية. فما بيغوص اكتر شوية المسافة دي باجزاء من المل يعني هتلاقي نزل الوطر شوية فحيبقى بيزن معك. فانت دايما تبقى عارف انك انت لو جبته لقيت الجيتار زن انت محتاج المرة الجاية تجيب القطر الاعلى شوية. اللي هو لو لقيته اه مثلا هتجيب واحد المرة الجاية عشان يصمد معاك ويخلي الجيتار ما يزنش. هنشتغل بقى على ازاي اه اراكب الاوطار الجديدة. اول حاجة انا لازم اخلص من الاوطار القديمة. الاوطار القديمة لسه ركبة. فانا هفك بقى كل حاجة كانت موجودة عالجيتار الكابب بتاعي كان متركب على الجيتار. اي حاجة اه موجودة كانت فيه لو كان الكاب الراكب في الفيشة بتاعت الا انا هشيل كل حاجة دلوقتي منه. فآآ عندي دلوقتي الاوطار في بعض منها طبعا هتلاقي اللي مقطوع ده سايب شوية. فانا هفك كل الاوطار. طب افك الاوطار ازاي? هستعمل اداء بسيطة جدا عبارة عن حتة بلاستيك فيها آآ قطعة بتخش في المفاتيح. حتة بلاستيك وفيها قطعة بتخش في المفاتيح عشان انا اقدر ادور المفاتيح داية بسهولة واقدر ان انا آآ اخلي الاوطار تتفك بسهولة. وكمان ساعات بس تعملنا في ربطة اول اول جزئين يعني. فانا هبركب الاوطار على المفاتيح ديت. واقفك. طبعا انت هتلاقي ناحية بتفك وناحية بتربط. البتاعة دي رخيصة يعني مش غالية. هتلاقيها بالدولار او اتنين طبعا فكيت انا الاوطار انت لو تلاحظ دلوقتي ان الاوطار متثبتة على البريج زي ما انت شايف كده بطريقة ما ان انا بيبقى الوطر داخل من آآ الخلف لقدام وبعدين الوطر ملفوف عليها عشان آآ يقفل القفلة ديت بحيس ان كل ما يتشد الوطر اكتر كل مكان يعني زي ما انت شايف العقدة ديت اللي هي هفكها. خلاص قدر اطلع الوطر من ظهر البريج سهل جدا فيش اي مشكلة فك هنا الاوطار طبعا ممكن تلاقي البلاستيكة بتاعة البريج آآ طبعا آآ فلتت لان ما فيش اوطار ما سكيها انا بفضل ان انا اسيب تلات اوطار واركب تلات اوطار يعني افك تلات اوطار واركبوا ما سيب التلاتة عشان يمسكوا لي اللي انتم شايفينه لحتة البلاستيكة بتاعة البريج ديت وكمان البريج الزغيرة اللي هي النط بيسموها النط دي برضو بيمسكها لي مكانها فانا ايه مضطر بقى اخلي بالي وانا بركب عشان هسبتهم مكانهم في الوقت اللي انا هدخل فيه اول وطر بحيس يمسكهم لي مكانهم يعني طب ايه اه يعني انا فكت دلوقت الاوطار لازم انتهز الفرصة ندف يا باشا التنظيف هيبقى بحيطة فوتا وقابل لها بقليل من الماء مش كتير قوي يعني وابتدي اعدي على الفريتس اوعى تنظف بسوائل التنظيف اللي بتاعة الموبيلية والحاجات دي انا ممكن تشيل كل الاطلاق اللي على الجيتار فحاسب من الحاجات ديت فيه طبعا لو انت عايز تستغلى يعني ممكن تجيب حاجة فيه سوائل مخصوصة للتنظيف بتتباع في محلات الجيتارات فتقدر انت هتشتغل بس هي حبة مية بس كده هيبقى كويس ان هتنظف الجيتار كويس مش هتعمل اي مشاكل يعني وهنظف الهد طبعا على قد ما اقدر مش هلاقي الفرصة دي كتير وطبعا بحتة قماش النشفة ببتدي انظف وان انا انشف الحتة اللي انا يعني دوبت كده بس قلتها بالمية هبتدي انظف كل دوت استعدادا للخطوة اللي جاية تمام الجيتار نظيف هفتح كيس الاوطار انت طبعا هتلاقيهم في الكيس بتاع الاوطار كل وطر من دول عليه اللي بيقول لك الوطر التاني بيه الوطر الاول ايه فانت هيبقى عندك كل الاوطار متزبطين فانا هبتدي افرادهم دوت الاخير السادس ودوت الخامس الله انا ممكن اطلعهم وانا مغمض يعني لانهم ادخل موطرين في الجيتار كله وطبعا التالت اللي هو من فوق دي ده هيبقى برضو آآ نيلون مغطى طبقة من النيكل او الكروم التالت جي والتاني بيه والاول ساعات هتلاقي في الداداريو آآ وطر جي لونه معتم ووطر جي لونه فاتح على حسب الافضلية للناس في ناس بتحب الوطر جي بقى معتم شوية وفي ناس بتحب الوطر الجي بيبقى فاتح الاتنين فانت ممكن تخلي الوطر الجي ده احتياطي عندك مش مش هيغير اي شيء يا هحط الكبري دوت او الانطارة دي مكانها واخونا الكبري مكانه بتقلقش لو هم مش عايزين يعني يركزوا شوية بمجرد ما هدخل اول وطر هيتزبطه الاتنين طيب لو انت فكت الوطر بتفكه من الناحيتين بتخش اه بتلاقيهم هم عاملينه لفينه حوالين نفسه من الناحيتين مجرد ما هتفكه هيطلع لك الوطر بالمنزر دوت الناحية اللي هتلاقي فيها العلامة ديت هي ديت الناحية اللي هي حطها في ظهر الجيتار فانا هدخله ازاي بقى تسعين في المية من اسباب قطع الاوطار وانت بتضبطها انك انت ساعتك ما بتحطش على الجيتار عشان ما تشدش الاوطار اكتر من اللازم فلازم انا ادور على دلوقتي جبت وهحط على الجيتار بدخل الوطر من قدام والحتة الزيادة اللي بلفها حوالين الوطر مجرد ما لفها حوالين الوطر عايز بقى قلفها حوالين الجزء اللي فوق المسطرة يعني ايسف الجزء اللي فوق الجزء اللي فوق الجزء اللي فوق ده بلف مرة واتنين وثلاثة بالمنزر دوت بيبقى عندي كأن الوطر داخل في عقب كده او آآ لضمة ابرة هنا هوت وانا بلف حواليها بس هخلي اخر لفة عندي من الجنب الوراني يعني اخر لفة تحت بحيث كل ما الوطر يتشد كل ما يقرس على طرف الحبل دوت حبل ايه بس طرف طرف اهو زبطت كل شيء من هنا ابتدي بقى اشد الوطر بهدوء من المفاتيح بالراحة عليه طبعا حبة حبة طبعا مش مهم تثبطه بالزبط دلوقتي لان احنا يعني قدامنا لسه وقت على ما بقيت الاوتار تاخد وضعها حتة زيادة بقى اللي اللي في الوطر ديت عشان ما تدايقنيش على طول الزرة دية زيارة واقطع الحتة اللي فاضلة ديت عشان ما تدايقنيش هاجي بعد كده هدخل الوطر المي الغليز نجرب كده عشان نمسك المسطرة من الناحيتين ملضوم من وراء حيس يطلع لازم يطلع من عالكبري من الفتحة مباشرة يعني مش يطلع من وراء مش يعدي عالكبري قبل ما يطلع فيطلع من الفتحة على الكبري على طول فهده هيبقى من هنا واجي من هنا اروح اللافف على الوطر بتاعي زي عقدة كده وزود كمان واحدة وادي التالتة تالت واحدة هخليها دايما ركبة من تحت في من تحت وادي الوطر بتاعي من هنا هدخله في مفتاح انت هتلاحظ ان الوطر بالذات المي بيبقى الطرف بتاعه من فوق من هنا رفائع شوية فحاول تخلي رحيتة الروفائع بعد يتعدي جوه المفتاح عشان تكسر الوطر كده بعدها تقدر تلف ما تكسر الوطر كده يتكسر على حاجة فيها نايلون وفيها زبط الوطر الميه وبالصافة الصغيرة ديت اشيل الزيادة عشان ما تعورنيش واقشيل الزيادة برضو اللي عند المفتاح اللي هنا على قد ما اقدر شلت الزيادات متأكد انا ان البرج في مكانه وان الانطارة في مكانها هبتدي اركب باقي الاوطار اشتركوا في القناة تانية واتنين تلاتة واربع خمس تانيات نعناع الجنينة من الفولكرور النوبي جميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرة اجي اركب وطر جديد ازبطهم كلهم تاني اخر وطر عندي الوطر الري دايما انت بتلف التانية واتنين وتلاتة تقول تانية واتنين تلاتة واربع خمس تانيات هشد الوطر من هنا كويس عشان اكسروا اكسروا من ناحية المفتاح شوية بحيس ان هو يثبت في المفتاح وانا بشده بلف في المفاتيح اشتركوا في القناة واشوفكم الحالة القيات موسيقى